وإلى صحيفة الحياة اللندنية العراق يخسر بسبب شح الأمطار 30% من محصول القمح تقول الصحيفة اللندنية أعلنت وزارة الزراع العراقية وصول خسائر العراق من محصولي القمح والشعير إلى 30% نتيجة نقص الحاد في الأمطار ومياه الأنهار ويشير الوكيل الفني لوزارة الزراع العراقية مهدي القيسي أن العراق يشهد ندرة في منسوب المياه في نهري دجل والفرات وأن العامل الآخر الذي تزامن مع شح مياه الأنهار هو انحباس غير مسبوق في هطول الأمطار والذي لم يشهده البلد منذ عقود ما سبب أضرار جسيمة طالت القطاع الزراعي ويلفت القيسي إلى أن العراق فقد من إنتاج المحاصيل الرئيسة المتمثلة بالقمح والشعير ما نسبته 20 إلى 30% وتضيف الحياة اللندنية يعتبر العراق من بين أكثر دول المنطقة استيرادا للحبوب خصوصا القمح والرز